تمام خيأت الخرقة الأول كملت وراها رحت يعني رجعت البيت أو هيتش استلمت حسابك كامل وراها رحت يبقى الموقع يعني بعدها بعد ما أكمل مرحلة البرينا اللي هي المرحلة الأولى اللي قلت لك عليها وراها يبقى يومين أو يوم ونص حسب يشوفون الشارع تبقى الشفتات بلقى يقدرون يمدون الصندة بالموقع اللي هو من المكينة للموقع اللي يطلع منه هذا الموقع اللي يطلع منه مثلا أكوناش وأكو بيوت شغلات غريبة بالنسبة لهم يعني لا أحد يشوف الصندة فيبقون يوم أو يوم ونص أو يومين مرات ثلاثة أيام الشفتات تطلع من القاع يعني هي حفرة صغيرة ببببببب القطر ماتها إنجونس تطلع من القاع تطلع من القاع اللي قلت لك عليها قطعة الأرض اللي هي الطين نفتح السنسر اللي هو مربوط بلوتوث بالجهاز مالتي والجهاز مالبرينا يحدد الموقع مالبرينا نفتح السنسر نقبقها نرجع نقبقها وراءها يسحبون الشفت فد متر ثلاثة جوه وهذه العملية الفوق يعني يحاولون يغطون عليها بطين بكرك وهيج يديرون عليها طين وهيج فما يبين أنه هناك حفظ كعالم من تفوت وتطب وتطلع بعدين يدفعون هاي المرحلة بس مرحلة لأنه طالع بسلوب عالي يدفعون هاي من يريدون يسحبون الصندة يدفعوها البرينا بها شكل مداور شكل لعاب فيربط الصندة ويسحب تسحب الشفتات من الجهة الثانية؟ الشفتات تسحب من جهة المكينة وين خلينا المكينة بالمداية؟ شكلت متى تقريبا المكينة؟ حسب اللي تحتاج يعني أكثر شيء استخدمنا 250 متر تقريبا 208 متر تقريبا إذا أكو مسافة أكبر تصير مكانات متقطعة؟ بالضبط تصير نقلات إذا أكو أكبر بس ما استخدمنا بها نقلات المكان وخوفا من المكان والعالم تشوف انه هاي المكينة شنو مجدد سوينا وهيش ما يستخدمون النقلات فيأجرون بيت قريبا على المكان اللي يريدون يتحبون منه أو قريبا على البايب ما نفطه